بدأ موسم حصاد التمور في محافظة الوادي الجديد حيث يعول أهل المحافظة على موسم الحصاد في الوفاء بالتزاماتهم تحتل محافظة الوادي الجديد المركز الأول في أعداد النخيل حيث يصدر إنتاج المحافظة من التمور يصدر إلى مختلف أنحاء العالم تشهد محافظة الوادي الجديد هذه الأيام موسم جاني التمور والذي يعلق عليه الأهالي آمالاً كبيرة في الوفاء بالتزاماتهم وتعبيراً عن الفرحة يردد معظم أهالي الواحات الأغاني المباشرة بموسم الخير والذي يرتبط بالعديد من المناسبات السعيدة نحن ندور على الحاجة أهم اللي هي المنتج أنه نحن جودة المنتج لأنه على السعر اللي هو مشهد يومين دول لو البلحة ممكن تعمل البلحة الواحدة من سعر من 40 إلى 50 يرش فلو إحنا عايزين نتدرج في سعر في الأسعار بحيث أنه نحن يبقى عندنا الثلاث أنواع درجة أولى ودرجة ثانية ودرجة ثالثة يبقى كل واحد بسعر وده عشان نوصل لدرجة الجودة لأنه نحن مش بتنافس على أن السعر كام على أدنى ما بتنافس أنه يبقى عندنا جودة من أول شهر 8 بدين في مسم الجامع ومزلنا طبعا مكملين لسه معنا مثلا لحد شهر 9 أو 10 إن شاء الله يبقى مسم خير ومبشر لكل الناس وبيوفر طبعا فرص عمل لكل الشباب وبيكون فيه انتعاش اقتصادي للمحافظة وتستأثر محافظة الوادي الجديد بأكبر نسبة إنتاج للتمور حيث بلغت أعداد النخيل أكثر من ثلاثة ملايين نخلة وتتميز المحافظة بزراعة أشجار النخيل بأنواعه المختلفة خاصة السيوي أو الصعيدي وهو أحد الأنواع نصف الجافة والمعروفة تجاريا باسم التمر السلطاني ويتحمل التخزين لفترات طويلة وتصل نسبة السكريات فيه إلى أكثر من 76% على عكس الأصناف الأخرى ويتم إعداد محصول التمور للتصدير لدول العالم حيث تستهدف رؤية مصر 2030 زيادة التوسع الزراعي في زراعة النخيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية فضلا عن زيادة إنتاج التمور بالواحات وزيادة الرقعة الخضراء من النخيل المثمر بنحو خمسة ملايين نخلة ترجمة نانسي قنقر